قسم الدخل دخل متشابه أما قسم المخرج فيه بعض الاختلافات من دائرة إلى دائرة وقليل يحدث عطل في قسم الخرج في قسم الدخل تعتمد هذه الدائرة على IC 3842 أو 340 أو 440 أو 45 وعلى ترانسستور موسفت 8N60 أو 10N60 إلى 20N60 وعندما يحدث عطل في الشاحن ولكي نستطيع إصلاحه يجب أن نتعلم كيف يعمل هذا القسم حتى نستطيع معرفة تحديد العطل نبدأ من أسلاك الدخل نجد في البداية مقاومة NTC أو يسمونها مقاومة الثيرماستور وهو عنصر مكون من مادة شبه مصرى الثيرماستور موصول دائما بالتوالي مع أحد خطين المدخل ووظيفته في البداية يشكل مقاومة ويسمح بمرور تيار ضعيف وبعد مرور أجزاء من الثانية ترتفع حرارته بالتدرج ويصبح ناقل ويمرر التيار بدون مقاومة أي أنه يصنع حماية من التيار المفاجئة ثم يذهب تيار الدخل المتناوب إلى الدائرة الجسرية وظيفة الدائرة الجسرية تحويل التيار من متناوب إلى مستمر أي أنه يدخل التيار متناوب ويخرج منها مستمر شكل الدائرة الجسرية عادة أربع قطع من الدايوتات أو قطع واحدة كبيرة تحتوي أربع دايوتات في داخلها ولها أربع أرجل وباختصار دائما للدائرة الجسرية طرفين مخرج موجب وطرف سالب يذهب الموجب والسالب إلى المكثف الكيمياء الكبير الآن دعنا نعتبر أن المكثف الكيمياء الكبير هو مصدر الكهرباء وكأنه بطارية سيغذي هذه الدائرة كلها وكما تعلمون للبطارية طرف موجب وطرف سالب ملاحظة لا يوجد شيء اسمه تيار موجب وتيار سالب التيار عبارة عن حركة الإلكترونات كما تم شرحها في الدرس السابق بمعنى عندما يكون التيار خارج من نقطة من اليمين ويذهب إلى نقطة إلى اليسار سنقول أن النقطة في اليمين هي الموجب والنقطة اليسار هي السالب هذا فقط تعريف الاتجاه ملاحظة ثانية اتجاه التيار الذي نتحدث عنه في الدوائر الكهربائية جميعاً في الحقيقة هو اتجاه غير صحيح واتجاه الصحيح هو بالعكس حدث ذلك السابقاً بسبب أن العلماء لم يكتشفوا ما هو التيار بالضبط ولم يعلموا أنه معكوس إلا بعد رسم الدوائر الكهربائية ولكن تبين أنه لا توجد مشكلة بما أن اتجاه التيار الحقيقي عكس اتجاه التيار في كل شيء إذن سيبقى الوضع كما هو ولا يحدث تغيير نهائياً نتابع عند توصيل مقبس الكهرباء سيخرج التيار من قطب المكثف الكيميائي الموجب ويذهب إلى الملف الابتدائي الرئيسي يدخل التيار من طرف الملف ويخرج من الطرف الثاني ويتابع طريقه إلى دراين الموسفت أي إلى الرجل الوسط ويقف هناك هو يريد أن يخرج من طرف السورس حتى يصل إلى سالب المكثف الكيميائي ولكن لا يستطيع يجب أن نعطي لجدة الموسفت أي لبوابة الموسفت تيار صغير بالميكرو أمبير لكي يستطيع التيار الكبير أن يخرج من السورس ويتابع إلى السالب وإذا أعطينا للبوابة تيار خفيف سيخرج تيار كبير من السورس ويحترق الموسفت مباشرة إذن كيف تعمل هذه الدائرة؟ سيقوم هذا الـ IC 3842 بإعطاء نبضات للبوابة والسؤال لماذا النبضات لا تحرق الموسفت؟ لأن التيار الكبير عندما يتحرك في الملف على شكل نبضات فإنه لا يستطيع أن يصل للقيمة العظمى لأن الملف يشكل ممانعة حثية مع التيار الذي يكون على شكل نبضات وكلما يكون زمن النبضة أقصر ستكبر الممانعة الحثية في الملف الرئيسي فبالتالي سيكون أمبير التيار قليل وكلما يكون زمن النبضة أطول سيكبر أمبير التيار القادم من الملف إذن زمن النبضة على البوابة هو الذي سيحدد أمبير السحب الآن سنتعرف على طريقة عمل الإي سي 3842 هذا الإي سي حتى يعمل يحتاج تغذية لنفسه كما موضح في الصور له ثمن أطراف طرفي تغذيته هي رقم 7 موجب وطرف 5 سالب موجب تغذيته يكون من 7 فولت إلى 28 فولت ربما بالنسبة للـ 43 أو الـ 44 أو الـ 45 يختلف فولت التشغيل يأخذ فولته من الملف الصغير وظيفة هذا الملف الصغير فقط لتغذية الإي سي بـ 12 فولت يتم وصل هذا الديوت مع المكثف الكيمياء الصغير لتصفية تيار تغذية الإي سي يتم تحديد تردد نبضات الإي سي على حسب قيم المكثفات العدسية الصغيرة والمقاومات الموصولات مع أطراف الإي سي ومن الطرف رقم 6 اسمه أوت يعطي نبضات لبوابة الموسفت عندما لا يكون هناك حمل على مخرج الدائرة ستكون زمن النبضة قصيرة جدا هذا يعني لا يوجد سحب أمبير عند الموسفت وسيكون الفولت على طرف رقم 1 يساوي 1.2 فولت تقريبا قادم من الفوتوكوبلر 817 وعندما نضع حمل بمعنى عندما نشحن بطارية ما سينخفض الفولت القادم من الفوتوكوبلر بسبب الحمل أي أن الـ 1.2 فولت ستنخفض عندها يقوم الإي سي بتكبير زمن النبضة ليحافظ على وجود 1.2 فولت عند الطرف رقم 1 وعندما يقوم بتكبير زمن النبضة هذا يعني أن تيار مخرج الدائرة سيكبر بعدها سيشع لد الفوتوكوبلر داخله أكثر وهكذا يفتح الفوتوكوبلر تيار أكبر وهذا يعني بدأ المسفت بسحب تيار أكبر وسيبقى فولت الـ 1.2 عند الطرف رقم 1 كما هو 1.2 فقط هذه القصة نتابع عند الفحص في حال لا يوجد هناك أي عطل ظاهري ولكن الدائرة لا تعمل بعد فحص مدخل الدائرة مثل الفيوز ومقامة الثيريمستور وملفات التصفية قم بفحص تغذية الـ IC يجب أن تكون بحدود 12 فولت وفحص الفولت القادم من الفوتوكوبلر أفحص المقامة الفيوزية الموصولة بين السورس والسالب المكثف الرئيسي أحيانا تحترق أفحص الملف الصغير الذي يغذي الـ IC إذا وجدت أن الـ IC سليم إذا وجدت أن الـ IC عاطل قم بتبديله وفحص جميع المقامات في محيطه وخاصة مقامة البوابة تكون قيمة عادة من 10 أوم إلى 20 أوم ومقامة الـ 1 كيلو هذه بالعادة تكون ثابتة وقم بتبديل المسفت لأنه سيكون عاطل والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة